نشوف جون مارك وكيل أعمال كريستو كلامه على المفاوضات على العروض اللي جات لمحمد الضو كريستو نشوفها في مدحلته في أون تايم سبورت ليه اللاعب اختار أو انت اخترت ان هو يكون موجود في النادي الأهلي رغم ان هو عنده عروض أوروبية كما تعرف وكما تتخيل أن هذا اللاعب شهده بعض الاندية الأوروبية وكانت هناك مناقشات كثيرة مع عدد من الاندية ولكن في هذا السوق أو سوق الانتقالات الأمور لم تكن تسري بسهولة لأن الاهلي كان مركز أكثر على اللاعب وكان دقيقا وواضحا في عرضه لهذا اللاعب ومن الممكن أن تتخيل أيضا أنه من الواضح جدا أن الاهلي واحد من الاندية الاستثنائية في إفريقيا ويستطيع أن ينافس الاندية الأوروبية وبالتالي عندما يأتي عرض من الأهلي فلا يمكن رفضه أبدا واللاعب كان سعيد جدا ولا يمكنه رفض هذا العرض واللاعب راضي جدا وهو رضاء كامل مننا جميعا كنت أتكلم قبل ما أطلع معاك هاوى على اللجنة الإعلامية للنادي الأهلي الطريقة التي أقدم بها الضوي وحديث علي معلول معاه صحيح أنا شاهدت هذا الإعلان القصير من المركز الإعلامي للنادي الأهلي إعلان جميل جدا وأنا تأثرت به والفكرة رائع جدا أما علي معلول وعلي معلول فهو أيقونة هنا في مصر على ما أعتقد وأيضا هو أيقونة في تونس وأنا كمشجع كاروي أنا أحب علي معلول وبالتأكيد أنا أتشرف أنا والضوي أن أكون على صلة بها مثل هذا اللاعب لما بعد عينيك مثلا على أوروبا بعد كده لللاعب أو طموحاته أن يكون فيه عنده مرحلة جاية كده نحن على وشك بدء مغامرتنا مع الأهلي وأنها لتوهي التوقيع وهو الآن مركز جدا مع النادي ويريد أن يرضي النادي ويريد أن يكون نجم هنا ويكون ناجح والأهلي هو الأولوية قبل ما أتكلم على مقالاه عن الضاوي وعن الأهلي وعن طريقة إدارة العملية التفاوضية عادة توقف عند الوكيل نفسه لأن الوكيل نفسه بيدي لك إشارة ده وكيل أوروبي مارك مش عارف إيه شكله كده بكل إنجليزي حاجة يعني شون مارك آه شون مارك معنى أن فيه وكيل أعمال أجنبي بيتابع اللاعب ناشئ أنه شايف اللاعب ده حاجة مبدئيا يعني معنى أن وكيل الأعمال مرحب جدا كما رأينا في تصريحاته وسعيد جدا أنه لما تيجي عروض من نادي الأهلي ولو نافسها عروض من أوروبا الأولوية للنادي الأهلي هو يدرك قيمة النادي الأهلي ويدرك ما يمكن أن يضيفه إلى اللاعب وحتى لما سؤل طيب أنت عينك على أوروبا بعد كده ما قالش طبعا ديم حطة وننتقل قالك الأولوية للأهلي علي أن يرضي جمعير الأهلي هذه أولوياتك تلات حاجات توضح لك من كلام الراجل اقتناعه بهذا اللعب واقتناعه بالنادي الأهلي تلات حاجاته تلات حاجاته تلات حاجاته